أطلقت تم مؤسسة حياة كريمة مشروع سق الأطحير العام الثاني على التوالي بعدما رجحت المؤسسة في الموسم الماضي في توصيل اللحوم للأسر المستحقة نحن النهاردة في مشروع سق الخير المشروع اللي أطلقته حياة كريمة من السنة اللي فاتت احنا دولة ابتدى من أول ما اشترينا السقوق الحية ودخلناها مزارينا الحمد لله الناس اللي اشتريت السقوق الحمد لله احنا هقالي سقف مصر تقريبا الحمد لله وقود انواع اللحوم الحمد لله احنا دي السنة التانية المؤسسة ان هي تقوم بدقها الأضاحي في المجازر احنا بنسلم الروس بنبدأ نعدها نبدأ ندخلها على مراحل معينة اول مرحلة بندخلها في الممرات وبعد الممرات بندخلها على غرف الدبح احنا موجودين النهاردة في مزارية حياة كريمة احنا مقتوعين محافظة الشرقية عشان مساعة تغليف وتعبئة اللحوم الخاصة بأهالينا اللي هتوصل لهم لغاية البيوت متطوعين موجودين عشان يغلفوا ويعبوا اللحوم ونحطها كمان في التلاجات التبريد وبعد كده بنحملها على طول على العربيات اللي بتطلق على بيوت أهالينا المستفيدين على طول فمحافظات جمهورية مصر العربية حياة احنا بدأنا مشروع سلطة الأطحية مع بداية عيد الأطحى بمشاركة جميع قطاعات المؤسسة حابة أسكر مشاركة القطاع المهيدانين بمؤسسة حياة كريمة جميع الشبابنا المتطوعين بمؤسسة حياة كريمة شاركوا بداية من بعد صلاة العيد مباشرة في زبح الأطحية وعملية التشفية والتعبئة والتخليف وتكيس كياس اللحوم بدأنا المشروع بالمراحل الخاصة بالتفتيت بقلنا عدة شهور استهدفنا كميات محددة من العجول العجول تكون بلدي رعينا العجول كلها سواء في مراحل التربية والتخزية والتخصينات والأدوية استهدنا النهاردة في مراحل التنفيذية الخاصة بالمشروع بدأنا الحمد لله بالدبح بعد كده بيخش عندنا العجول لمرحلة التشميع التشميع ده نحن ببرد العجول عن درجة حرارة أربعة سلسلسل عندنا بعد كده مرحلة التشفية بيتم تشفية النحوة من كافة الأعظام اللي موجودة فيها وعندنا مرحلة التعبئة وتوصل للأسر المستحقة في كافة محافظات الجمهورية مهمتنا الأساسية كانت متابعة تنظيم سيرة عمل الأضاحي للمؤسسة والتأكد من ظهورها بمظهر يليك بمؤسسة حياة كريمة واليوم فعلا كان مشرف وتم حضور عدد كبير جدا من الأهل المشركين بسقوق الأضاحي النهاردة أنا اشتريت ساكل أضحية من مؤسسة حياة كريمة وبجد التجربة كانت جميلة جدا سواء التنظيم المضافة كل حاجة شايفاها قدام عيني في التقطيع بجد تجربة جميلة جدا وبشكر كل المنظمين وإن شاء الله لسنة الجامعة حياة كريمة السنة التانية ليه على التوالي السنة اللي فاتت طبعا كانت حاجة مشرفة جدا وجميلة جدا دا اللي خلالينا الشارك تاني السنة دي والسنة دي كمان جيت وحضرت في أثناء الدبحة في المزرعة وكان يوم جميل أنا ولادي وولادي اتبسطوا أحب بس أشكر فريق حياة كريمة كله من متطوعين وقطوع ميداني وكل زميل اللي اللي موجودين اللي كلهم تفضلوا إنهم يكونوا موجودين من أول يوم العيد في المزرعة يساعدوا عشان يطلع سفوك الخير دايماً حياة كريمة جنب كل مواطن مصر من إنسان لإنسان حياة كريمة لأهل بلدي حياة كريمة لنس بسيطة عظيمة بدعان وعشة قديمة حياة كريمة لأهل بلدي